إنه من حجور بيان استغاثة عاجل لفك حصار ميليشيا الحوث عليها وقد وجه البيان الذي حمل في طياته الشعور بالخذلان من الشرعية والتحالف مناشدة للرئيس هادي ونائبه وقيادات التحالف بالتدخل السريع لدعم اقتراح المحلي يساهم في تحرير النساء والأطفال الذين يتعرضون لهجمات بشتى أنواع الأسلحة يتفهم أبناء حجور العراقيل السياسية التي تمنع الجيش من مساندتهم ولذا نص مقترح لهم على دعم خطة أهلية لفك الحصار بأبناء المنطقة من خلال فتح معركة مع الحوثي في منطقة مستبة وذكر البيان الرئيس هادي بوفاء كشر حجور له وللجمهورية تاتي هذه الاستغاثة بالتزامن مع المعارك العنيفة التي تشهدها حجة بعد فتح ميليشيا الحوثي بتأكيد مصادر محلية جبهة جديدة جنوب كشر في محاولة منها لإخضاع كشر بالقوة وسط مقاومة شرسة من أبناء المنطقة الحرب التي تشن على حجور وفق ناشطين تاتي بسبب موقفها الوطني والجمهوري ورفضها الولاء للميليشيا حيث عرض الحوثي على قبائل حجة الانخراط في حربه ضد الشرعية والتحالف وهو العرض الذي جوبها بالرفض تماما تستخدم ميليشيا الحوثي الأسلحة الثقيلة في قصف قرى حجور وقد اتهم بيان الكتل البرمانية المؤيدة للشرعية الحوثي بارتكاب جرائم حرب في مناطق حجور وقد تسبب القصف في نزوح العشرات من الأسر وفيما يبدو فإن حجور قررت النضال وحيدة وليس لأبنائها غير الله والجبال